بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد فب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكل مشاهدية الكرام مشاهدي قلوب عامرة أسعد بتجدد لقائي وإياكم وأسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص دائما في القول وفي العمل اللهم آمين في الحقيقة افتقدت حضرتكم جميعا الفترة الماضية صحيح أنا ملحبتش أسلم على حضرتكم قبل الذهاب لأداء فريضة الحج ولكن أنا استودعتكم الله سبحانه وتعالى ودعوت لكل من سألني الدعاء وكل من لم يسألني الدعاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه العبادة المباركة وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يستجيب لهذا الدعاء وأحب أذكر حضرتكم وأذكر نفسي ونحن يعني حاليا في منتصف شهر ذي الحجة أن إحنا ما زالت البركات والنفحات ما زلنا إحنا عايشين فيها فلا نغفل أنه بفوات وقت فريضة الحج أن إحنا يعني خلاص يعني ننسى أننا في أحد الأشهر الحرم أحد الأشهر الحرم طبعا إحنا عارفين أن فيه ثلاثة وربعة شهر دي شهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة وكذلك معانا شهر المحرم في بداية العام الهجري الجديد ثم شهر رجب وهو اللي بيكون قبل شهر شعبان دي الأشهر الحرم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهذه الأشهر الحرم التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بإن الإنسان لا يظلم فيهن نفسه بمعنى إن الإنسان لا يظلم نفسه بالمعاصي ولا يظلم الآخرين بإنه يصنع كذلك المعاصي بإنه لا يطيع الله سبحانه وتعالى فيهم على الإنسان في هذه الأوقات ومن أيام والليالي الشريفة إنه يتق الله سبحانه وتعالى في سره وفي علني عليه كذلك أن يسدد جميع الحقوق التي عليه سواء الحقوق التي لله سبحانه وتعالى أو الحقوق التي للعباد الحقوق التي لله لابد فيها من الأداء وكذلك إذا كان عليه فوائد صلوات عليه أن يستغفر الله من التقصير وإنه يبدأ في رحلة تعويض فوائد الصلاة عليه زكوات عليه كذلك أنه يستغفر الله أنه قصر إن كان من المقصرين في أداء هذه الزكوات المفروضة عليه وأنه يبتدي بعد ذلك فإنه يتوب ويستغفر ويسدد هذه ويؤدي هذه الزكوات التي تأخر في سدادها عليه صنوف عديدة من ألوان العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤديها ولكن قصر البعض في أدائها عليه أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى تائبا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يجبر هذا التقصير وأنه يبدأ في سداد الحقوق التي عليه لله سبحانه وتعالى حقوق الله سبحانه وتعالى عديدة منها الأركان الخمس التي يعلمها هي معلومة من الدين بالضرورة كلنا عرفنا وكذلك سائر الأوامر الإلهية إلى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحن نلتزم بها على الإنسان أن يراجع نفسه في هذه الأوقات الشريفة شهر ذو الحجة شهر الله أحد الأشهر الحرم اللي الإنسان لو عمل فيه سيئة العقاب عليها بيبقى مضاعف وإذا كذلك أتى بحسنة وأتى بقربة لله سبحانه وتعالى تضاعفت عليها المسوبات من الله سبحانه وتعالى بل الإنسان بيثاب أكثر وأكثر على قدر إخلاصه لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر والمسوبة لمن يشاء كذلك من الحقوق اللي الإنسان علي أن ينتبه إليها الحقوق التي هي للعباد حقوق العباد لابد فيها من السداد أو الإبراء وحقوق العباد مش حقوق مالية بس مش إن أنا اقتردت مبلغ وما سددتوش مش إن أنا اختلست فقط مبلغ ولم يكن لي الحق في إن أنا أأخذه لا ده في أمور كثيرة جدا من حقوق العباد إلي لابد الإنسان ينتهز مثل هذه الأوقات الشريفة إذا ما كانش إذا كفاتتو قبل كده فرصة أن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى إنه يبدأ في هذه الأوقات المباركة في إنه يعود إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى وعمر الاستغفر ما هيكون صادق إلا لو كان الندم في قلبه ندم ندم حقيقي قلبه فعلا ندم في التقصير إما في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق عباد الله لابد الندم لما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وقال إن الندم توبة الندم توبة يعني الندم الحقيقي اللي اعتصر فيه صاحبه كده قلبه ووجع ووجع حقيقي إزاي أنا تجرأت على حق من حقوق الله إزاي أنا تجرأت على حق من حقوق العباد لابد إنه التوبة الحقيقية هي إن العبد خلاص بدأ يشوف سيء ما صنع إما فيه تقصيره ومخالفته لأوامر الله ودخص بحقوق الله أو إنه قصر في حق من حقوق العباد هذه الأوقات إذا الإنسان فيها استغلها وصدفته عطية من عطايا الله سبحانه وتعالى أو منح من منح الله سبحانه وتعالى بيبقى لها طعم مختلف وبيبقى لها قبول مختلف لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ألا إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم تصيبه نفحة منها فلا يضمأ بعدها فلا يشقى بعدها أبدا الإنسان في الأوقات الشريفة لزيده اللي ربنا سبحانه وتعالى نبه في كتابه في صورة التوبة بفضل الأشهر الحرم واللي منها شهر ذي الحجة نستغل بقية هذا الشهر في الاستزادة من الطاعات بل الإنسان عليه أن يصحح المصار وأنه يستمر تكون بداية انطلاق ربنا سبحانه وتعالى عامل فترات كده من وقت للتاني فترات إعادة شحن البطارية الإيمانية للعبد ولكن فيها يعني أكازيون قبول فيها عطايا ومنح مش موجودة في أي وقت تاني ورب العالمين سبحانه وتعالى له أن يتخير بعض الأمقات ويميز بعض الأوقات ويفضل بعض الأوقات على بعض كما أن له أن يفضل بعض الخلق على بعض وإنه كذلك يميز بعض الأمكنة على بعض ميز بعض الأوقات كالأشهر الحرم كهذه الأشهر الحرم التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يظلم فيها نفسه ولا يظلم غيره سواء بفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى أو أنه يقصر في أداء حق من حقوق العباد الحسن فيها مضاعفة والعقوبة كذلك فيها مضاعفة فلنجعلها انطلاقة إلى الخير لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال استغلوا استغلوا هذه الأوقات بطاعة الرحمن والاستكثار من الطاعات بل الاستكثار كذلك مش من الطاعات العبادية فقط وكذلك في حسن مخالقة الناس جميع أن الإنسان عليه أن يحسن التعامل مع الناس تلك هذا حق ستحاسب عليه وكذلك الحق الذي لله سبحانه وتعالى كذلك ستحاسب عليه حقوق الله قلنا لابد فيها من الأداء على الإنسان أن يؤديه وحقوق العباد كذلك إذا الإنسان أخذ شيء ليس ملكا له أو ليس له الحق في أن يأخذه عليه عند الندم وعند التوبة وعند الاستغفار حتى يكون من أصحاب التوبة الصادقة أنه يسدد الحاجات اللي عليه إن كان مستضيعا للسداد فإن لم يكن مستطيعا للسداد فعليه كذلك أنه هو يستسمح خلق الله عن هذا التقصير الذي بدى منه والإمام مالك زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أجاز المسامحة العامة أنه الإنسان مش لازم يقول لفلان أنا عملت فيه كذا وقصرت في حق كذا معاك مش لازم يحدد له الأمر ولكن عليه أن يستسمحه حتى بصفة عامة إذا حتى ده ما تمكنش أنه يقدر يقوم به فيستغفر له ندعو يدعو الله سبحانه وتعالى أنه يغفر له كذلك ذكر بعض أهل الفقه وأهل العلم بأنه يتصدق يخرج صدقات ويوهب هذا الثواب لفلان أو فلانة حتى وإن كان على قيد الحياة كل دي من الأمور اللي الإنسان بيصحح فيها علاقته مع الله سبحانه وتعالى في أن يؤدي الحقوق التي لله ويؤدي الحقوق التي للعباد فإن لم يستطع أن يؤدي الحقوق التي للعباد فعليه أن يستسمح هؤلاء لو قصرنا مع أبأنا وأمهتنا نجر عليهم ونقبل أيديهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ونستسمحهم في أي تقصير بدى منا مع الأهل مع الأقارب مع الجيران مع الناس جميعا سيسأل العبد بل مدار الأحكام كله قائم ودائر بين أمرين أو بين حقين يعني مهمين لابد مهمين لابد الإنسان أن يلتفت إليهما حق الله سبحانه وتعالى وحق العبد حق الإله سبحانه وتعالى فيما أمرنا أن نطيعه فيه وحق العباد في ألوان المعاملات المادية والمعنوية كذلك يعني مش المسألة مالية فقط أنه فلان ده أنا وقعت فإن أنا تكلمت عنه أو إن أنا اغتبته حد تاني يقول الله ما هو كان الكلام دلنا بقوله فيه ده صحيح أنا ما افتريتش عليه أنا ما قلتش عنه كلام هو مش واقع أو هو مش حقيقة حتى وإن كان فيه هذا الكلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته كلاهما أمر منكر وعلى الإنسان إنه يستغفر الله سبحانه وتعالى ويستسمح خلق الله جميعا نخدها عادة لطيفة جدا نعتد عليها كلما أشوف حد من أهلي أو من أقاربي أو من جيراني وأنا بسلم وعادة لطيفة نحن نصلي ونسلم على رسول عسى والسلام وقال له سامحني في أي تقصير بدى مني دون تحديد حتى لو أنا شايف إن ما عملتش حاجة بين الأزواج فيما بينهم وبين الأقارب فيما بينهم وبين الناس جميعا فيما بينهم يستسمح بعضنا بعضا ربما يكون بدى تقصير من شخص تجاه شخص أو بدى تقصير وأنا مش واخد بالي أو أنا مش واخد بالي إنه دا تقصير في حق فلان أو في حق فلانة هذه الأشهر المباركة علينا فيها أن نكترمنا الاستغفار والصلاة والسلام على الحبيب المختار وكثرة شغل الأوقات بما يرضي الله سواء من صنع الخير للناس أو سواء من القربات والتعبد لله سبحانه وتعالى كلها قربات يتقرب بها العبد إلى ربه سواء كنت بأوم الليل سواء كنت بشهد الصلوات في جماعة سواء كنت بتقرب إلى الله بالاستغفار وبتعبد بالدعاء وبتعبد بلا حول ولا قوة إلا بالله وأكسر من الصلاة والسلام على الحبيب المختار عليه الصلاة والسلام وفي ذات الوقت أنا أعين وأغيث من يحتاج إلى الإغاثة مني إن أنا أقدم الخير للمجتمع اللي أنا بعيش فيه بشوف الضعفاء في المجتمع وبقدم ألوان المساعدات كلها عبادات طالما أنت بتعملها بتتوجه بيها خالصة لله سبحانه وتعالى أنت مش عايز الثواب إلا من الله سبحانه وتعالى فإنت بتتعبد وبتؤدي الحقوق على الوجه اللي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى سواء في أدائك لحقوق الله أو في أدائك لحقوق العباب علينا كمان أننا ننتبه أننا مع العام الهجر الجديد بنستقبل أحد الأشهر الحرم فننتبه أننا نحترم ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فإن الإنسان عليه ألا يظلم نفسه في هذه الأشهر المباركة لأنها أشهر نفحات نفحات يعني عطايا يعني رحمات بتتنزل على الناس يعني منح رب العالمين سبحانه وتعالى بيديها لعبيده يعني هنيئا لعبد استغل هذه الأوقات الشريفة وسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحه من عطايا وهدايا ومنح هذه الأيام المباركة لعل واحد منا تصيب نفحة تصيب عطية تصيب رحمة من رحمات الله لا يشقى بعدها أبدا يكتب بلحظة الإخلاص التي ملأت هذا القلب الذي توجه لله خالصا سواء في أداء حقوق الله أو في أداء حقوق العباد بقلب خالص لله مش عايز الثواب إلا من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في الحالة دي في لحظة الصدق تمنح رحمة من رحمات الله تمنح عطية من عطايا الله تمنح هذه الهبة من هبات الله بفضل هذه الأوقات المباركات واللي منها الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله سبحانه وتعالى أشار إلى إن دي أربع أشهر زي ما قلت لحضراتكم هذه الأربع أشهر اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أشار إليها في سورة التوبة في نهاية الآيات أو في منتصف الآية الكريمة من سورة التوبة اللي بتتكلم عن الأشهر الحرم ربنا بيقول ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم على الإنسان لفي هذه الأوقات الشريفة ألا يظلم نفسه ومنها الأشهر الحرم التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المغتنمين لشرف هذه الأيام والليالي الطاهرة من هذه الأشهر الأربعة الحرم واللي منها شهر ذي الحجة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه إن شاء الله وهنطلع فاصل وأبل الفاصل نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويمجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم أمين يا رب العالمين ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل جلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يا رب العالمين ما ليش تولنا على من معنا على الهاتف سلام عليكم وعليكم سلام معايا أم ياسين أهلا يا أم ياسين تفضلي أم فضلك بس كان عندي استفسار عن لفيو في الآية اللي هو الحج أشهر معلومات هو الحج أحنا بنحج شهر واحد بس إيه إيه الجامع أشهر معلومات تمام وهل يجوز يعني اختلاف الرؤى بين الدول لتخفيف الإزدحام مثلا يبقى بعض من الدول في عرفة وبعض من الدول في ميناء كده ولا لا يجوز تمام السؤال فيه السؤال وفيه الإجابة شكرا لك يا مياسين والشكر الله لك على هذا السؤال معنا كان بيرضو فيه سؤال خاص بزكاة المال جيه وتقطع إيمان حكيم خدت السؤال عن تأخير زكاة المال إنه حد عليه زكاة المال وأخرها وما خرجهاش إيه حكمه فحاضر حنرد عليه نبتدي بأختنا الفاضلة أم ياسين وليكاد بتسأل عن الحج أشهر معلومات أنت بتقولي هل يجوز إنه يبقى فيه اختلاف رؤى في مسألة الشهور بحس إنه يبقى شوية في ميناء وشوية يكونوا فعرف بحس إنه هو يخف لزدحام هذا الكلام لا يجوز لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى نهاية الآية المباركة إذن أشهر معلومات اللي هي كما هي معلوم إن إحنا شهر الشوال وشهر ذو القعدة وكذلك شهر ذو الحجة بعض الفقهاء يقولوا العشرة الأول من شهر ذي الحجة والبعض الآخر يرى بإنه شهر ذي الحجة كامل لمن يكمل بقايا بعض المناسك وغيرها ده حسب بتفصيل على تفصيل طويل في المداهب فدي الأشهر الخاصة بالحج واللي عشان كده فهم بعض الفقهاء بإنه يستحسن إن تكون يعني فهم بعضهم إنه الباقي أو العام كله أقدر إننا أعمل عمرة في أي وقت ولذلك فضلوا إنه هذه الأشهر تكون خاصة بأداء الحج كما هو مذكور في كتاب الله في مواقيت خاصة مواقيت زمنية واللي هي نصت عليها الآية المباركة ومواقيت مكانية وهي الأماكن المحددة لكل قوم يأتوا عليها لابد أن يكون فرد على نفسه يعني هو دخل في نسك الإحرام بالحج أو بالعمرة ما ينفعش يعدي هذا الميقات المكاني دون الدخول في الإحرام فلو فرد على نفسه ولذلك الآية تقول الحج أشهر معلومات فمن فرد لهذا الشخص اللي بينوي أنه هو يحرم بحج أو يحرم بعمرة أو يحرم باللتنين مفروض ما يعديش هذه المواقيت المكانية دون الإحرام ولا كذلك أنه يعدي المواقيت الزمنية اللي نص عليها كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأشهر البعض ممكن يتساءل يقول تم شهر شوال شهر ذو القعدة وعند البعض يقولوا العشرة الأول من شهر ذي الحجة بما أن الحج عرفه وأن اليوم التاسع هو من شهر ذي الحجة هو يوم العرفة يوم عرفة هو على التغليب هما شهرين أو التلات شهور على القول الثاني فالتغليب هما شهرين ونص أو تلاتة على القول الآخر فبنقول على التغليب خدت صيغة الجمع عشان ما يلتبس الأمر عليك هذه الأشهر هي الخاصة وإن كان كما ذكر بعض أهل الفقه يصح الإنسان يدخل في حوار فقه طويل بين الفقهاء هل يجوز أنه يدخل في حرمات الإحرام حتى في غير هذه الأشهر يعني تكلم البعض من الفقهاء وأجازوا ذلك لكن في الحقيقة النص واضح بالنسبة لنا الحج أشهر معلومات هذه هي الأشهر الخاصة بأن الإنسان بيدخل فيها في نسك أو في حرمات الإحرام بالحج شهر شوال شهر ذو القعدة شهر ذو الحجة كما تعلمنا وعلمنا أساتذتنا ولذلك ما ينفعش أنهم يكتهدوا زي ما أنت بتقولي في الرؤى فيخلوا جزء بواقف عرفة أو الجزء الثاني في مينة عشان يخف الازدحام في الحقيقة أن في جهود مبزولة كبيرة جدا الواحد كل ما بيسافر كل سنة بيشوف جهود مبزولة سواء في توسعة المسجد الحرام أو حتى في العناية بيأحدث سواء في أداء لباقي المناسك سواء في مينة أو في غيرها فنشكر للقائمين على ذلك جهدهم اللي في الحقيقة هو واضح جدا في كل صغيرة وكبيرة اهتمام رائع وإن شاء الله بإذن الله الأمكنة توسع وتضيق بأهلها فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص فيوسع القلوب لأن القلوب إذا اتسعد برحمة الله سبحانه وتعالى وسع بعضنا على بعض ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ضيوفه كل عام إن شاء الله هده هيقول إحنا نسيب فرصة لحد تاني حج جميل وإحنا مش عايزين نضيق على الآخرين لكن ده فضل الله اللي كلنا بنتمنى فلا يعني ده الفضل اللي الواحد دايما بيطمع فيه فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا أهل لذلك سلام عليكم طيب إحنا لازم نطلع فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله أتواصل معكم على خير ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يا رب العالمين سريعا لأننا ما عليش بنعتذر لحراركم وقت الحلقات زي ما قلت لحرارتكم هذه الفترة هيكون ديق شوية لكن إن شاء الله بعد كده هنرجع لوقتنا الطبيعي من خمسة لستة إن شاء الله تكون الساعة كاملة أختنا الفاضلة اللي تركت السؤال وانقطع الاتصال كانت بتسأل عن تأخير زكاة المال بما أني في مقدمة الحلقة كنت بتكلم عن مسألة إنه الإنسان عليه في كل وقت وحين أن يجدد التوبة لله وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى من كل تقصير أصابه سواء في حق من حقوق الله أو في حق من حقوق العباد وحق من حقوق الله عليه الأداء وحق من حقوق العباد عليه الأداء أو الإبراء يعني سمحوا أصحاب الحقوق الذي لله يا أخت الفاضلة إنه هذا المال لا يسقط بالتقادم يعني هو في رأبة حضرتك لابد إنك أنت تحسبي الزكاة اللي عليك وتبدأ إن أنت تسدديها فاستغفر الله وتتوبين من إنك أصرت إنك ما طلعتهاش في الوقت الذي كان يجب عليك إنك تخرج فيها زكاة المال وحتى يكتمل التوبة بتاعتك لابد من سداد من أداء هذه الزكاة لأصحاب الاستحقاق وفي الختام إن شاء الله ألقاكم غدا على خير بإذن الله وإلى اللقاء وأستودعكم عناية الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته